من بغداد معي فاضل أبو رغيف الخبيل العسكري والستراتيجي مساء الخير أهلا بك معنا سيد فاضل إذن كون هذا الجيب في الأساس بوسط المنطقة القديمة يغطي هذا وثلاث مناطق مجاورة للجانب الدوفة الغربية لنهر دجلة إلى أي درجة هذه الجغرافية تجعل استعادته مهم جدا للقوات العراقية نعم بدلا تحية طيبة لك سيدتي ولمشاهدي قناتكم الكريمة يعني بالطبع داعش دائما يعشق المناطق التي هي قرب ضفاف النهر لذلك هو يحاول أن يتمترس في هذه المناطق وهذه الجيوب لأنه يرجح ويؤمن نفسه دائما أنه في حال تجديد الرقابة عليه سيولي الدبر عبر قوارب شرعية أو قوارب بخارية نوعا ما لذلك جهاز مكافحة الإرهاب الذي هو بالأخصة يعني تخصصه بقتال المباني المشيدة وحرب المدن وحرب العصابات قد مرس هذه الحروب وهذه التعاطي وهذا التعاطي مع مثل هكذا تنظيم لذلك داعش يحاول أن يأخذ من المدنيين ستار له يحاول أن يكون قرب أماكن مراكز العبادة ومراكز الآثار والمعالم الأثرية لأن القوات العراقية التي هي استراتيجية هي المحافظة على الإنسان والمحافظة على المعالم الأثرية فضلا على المحافظة على البنى التحتية هذا أعطى لداعش أيضا دعينا أقول لك ميزة تريد أن تجعله يختبئ خلف تلك المهام التي يطلع بها الجيش العراقي والقوات الأمنية العراقية لذلك هناك تجربة في حي الشقق الخضراء في حي القادسية في حي عدن في أحياء كثيرة في الساحل الأيسر من قبل أكثر من ثلاثة أشهر كان قد تعاملت القوات العراقية وتعاطت بمثل هكذا ظروف إذن هناك استنساخ للسيناريو مع تطوير لهذا السيناريو للحاول دون سقوط المزيد من المدنيين المزيد من الضحايا هذا من قبل قوات العراقية من بطس داعش لذلك قد نعم لم أسمعك زيدتي هذا الحفاظ على المدنيين تطوير استراتيجية يوما بعد يوم فيما تعلق بحماية المدنيين هذا تقصد بالقوات العراقية نعم سيدتي طبعا نقصد بالقوات العراقية نعم بس أتأكد ما هي أهم أثار محيطة بهذا الجيب الأخير لداعش التي يعول أو يستغلها كما قلت سيد فاضل لتصعيب مهمة القوات العراقية يعني أولا لدينا منارة الحدباء لدينا الجامع النوري الجامع النوري قد يكون هناك رمزية وهمية يحاول أن يتلبد تحتها داعش في هذه المنطقة وهناك أيضا كما تعرفين سيدتي يعني الموصل تكاد تكون هي مراقد لكثير من الأنبياء لكثير من الأولياء لمراقد قد تكون أيضا لآثار باعتبار أنها كانت حصان قليعة بان الفترة العباسية والفترة الأموية لذلك داعش ابتداءا هو يحرم ما يسميه بالأصنام هناك تماثيل هو يحولها من كلمة تماثيل إلى كلمة أصنام هذا يدل على أن داعش لا يريد بوجود مثل هكذا نصب في ساحته ولديهم تجربة سابقة قبل أكثر من 15 سنة في توروبورو في كابول حينما هدم تماثيل لبوذوف من قبل طالبان من قبل داعش قبل أن يتحول إلى داعش حينما كان في خاصرة القاعدة لذلك هناك تقدم بحذر وهناك تقدم من أجل المدنيين نعم واضح الحذر من أجل المدنيين عذرني دهمنا الوقت كيف يتم الاستفادة عسكريا سيد فاضل أو كيف يجب التحضر للتصدي لمحاولات داعش استخدام القوارب عند قرارهم الهروب كما قلت وهذا ما يجعلهم يشددون ويركزون على الوجود في هذه المنطقة على نهر دجلة يعني سيدة قيادة العملات المشتركة التي يشرف عليها القادة العام للقوات المسلحة أعدت طائرات استطلاع طائرات الدراونز أيروغرافت وأعدت الطوافات هناك طائرات الميت 35 والميت 28 وهناك الرواسط وهناك المعلومات التي ترفعها مدية استخبارات العسكرية معلومات تكاد تكون غزيرة والطائرات تحلق بالسماء على مدار 24 ساعة ترصد كل حركة ترصد كل رتل يعني قبل نحو أربعة أيام تقريبا تم معالجة رتل ينيف عن أكثر من 23 إلى 35 داعشي هناك معالجة مستمرة بالطائرات لا أعتقد أن داعش سيفلح بالهروب داعش سيستميد في هذه المنطقة باعتبار أن ما تبقى في هذه المنطقة هم من الإغماسين وهم من الاقتحامين وهم من المهاجين والعرب من الأجانب ومن غير الأجانب لذلك أعتقد أن هذه النهاية هي نهاية الاستحضار أنا أشكرك جزيلا على هذه المشاركة معنا من بغداد سيد فاضل أبرغيف الخبيل العسكري والاستراتيجي شكرا